تتداعى نظر الحرب الكونية بعد أن دخلت معاهدة نيوستارت غرفة الإنعاش والتي وقعها الرئيس الأمريكي بارك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفديف في عام 2010 والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2011 بعد رفض روسيا تجديدها مؤخرا ففي شهر نيسان الماضي أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع أن تهديد روسيا نشر أسلحة نوية في بيلاروسيا غير مقبول وأن تحرك روسيا نوي ستكون له عواقب وخيمة لكن فيما يبدو أن مسار الحرب في أوكرانيا بعد التراجع النسبي للقوات الروسية والخسائر التي تتكبدها من جراء الدعم الغربي غير المحدود بالسلاح النوعي وربما بالخبراء والرجال بحسب الرواية الروسية دفع موسكو إلى الذهاب إلى الخيار المر خيار السلاح النووي تحدث التقارير الصحفية الروسية عن نشر أنظمة الصواريخ التكتيكية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة على الحدود الغربية لبيلاروسيا لكنها أكدت أنها جزء من اختبال الاستعداد القتالي للجيش الحليف لروسيا معددة ومبرزة قدرات بيلاروسيا التسليحية مع أن معظم تلك الأسلحة تعود إلى الحكمة السوفيتية إلا أن المهم في الأمر هو إمكانية نشر صواريخ قادرة على حمل رؤوس النووي رادعة حلفاء أوكرانيا في حلف شمال الأطلسينيتو في ظل دعمهم غير المحدود لكيف يسويغ الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو قبول نشر الأسلحة النووية الروسية على أراضي بلاده برغبته في إيجاد الردع في حال نفذ حلف شمال الأطلسينيتو هجوماً على أراضي بلاده أو على روسيا مروراً بها أو البديل ليتحول اقتصاد بلاده المتردي إلى اقتصاد حرب وهو ما لا تتحمله دولة فقيرة مثل بيلاروسيا أسابيع قليلة تفصلنا عن اجتماع قادة حلف شمال الأطلسينيتو في ليتواني المحاذية لبيلاروسيا الذي سيحدد فيه قادة الحلف إما تحكيم العقل والذهاب إلى طاولة المفاوضات وإما الاحتكام للقوة والذهاب بالعالم إلى مصير مجهول